ويليابه شنو ريحته هاتشيه شوف 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 متفلش تفلش هي هاي القيمة المضبوطة وهس اصدقائي بعد ما توصخ الطباخ مالتكم وتشوفون كل شطة فرعتكم كل مكان القيمة معنات القيم مالتكم صارت جاسة من دادا طعامه غير فنو رهيما حسوي لكم قيمة اذا مو ويليابه مرجوعة دعنا عطبريبه وهسه نثرب البصل عندي هنا تقريبا 2 بصليات الوان بصل عادي ايشي موجود عشبه نجي نثربه شلون ما كان اوهي تاير رح ينهرس هوهي هاتش نحن نحتاج الطماطئ نجيب لنا هالطماطئ اكو ناس يساور بدون طماطئ نطوها طماطئ هاني بالنسبة لي يحب هواي الطماطئ لنتطيها الطعام اي جميل نجيب نتريه مالتنا اول شي نخلي الليد اذا لم يعدكم اضيفون زيت ونخلي اكيد الليد وهس اصدقائنا بعد ما ذابعدنا هنا نجيب اللحم هذا اللحم هنا مال بقر اصدقائي مال عجل حتى مالطفروا فيصف نضيف الكرمية لدينا وهسه نخليهم شوية تاخد لون حبايتنا اللحم مالتنا صار قلينا بهذا الشكل نجيب هنا البصل وهسه نقلب سوية ويا اللحم اصدقائي هاي المرحلة هسه شو شون صار البصل لون ذهبي واللحم اللي خائطة جدر بالعراق ما القيمة واقف فوقها راح نشتم هاي الريحة راح يتذكر القيمة من العراق مباشرة لانهي هاي الفقرة هسه مهمة جدا اللي يقضي طعم القيمة في شيء خرافي تمام؟ هو هذا السر القيمة مالته هنا بعد ما قلنا وكملنا نجيب هنا طماطن قطع و ايضا احمسها سوية اكوناس مدحط طماطن هاي اضضل خيار يمكم بس شوفوا الطعم الشرح يطلع طيب وايضا نجينا نقلبها سوية هس اصدقانا نجيب هنا حمص اذا عدتكم حمص مجروش هم منقعوا قبل بيوم هذا الحمص هم منقعوا قبل بيوم اثنين اثنين سرم مجروشة و عادي كمية الحمص و كمية اللحم او شوية اكثر عادي ونضيف هنا المي جسم المي راح يكون وية مستواها تمام؟ هاي الاثنين اصدقانا نضيف شوية ملح اهاا شوية طيفة ملح هاي الاثنين طبعا هذا جدر مع الضغط اوكي؟ ووقته ساعة كاملة تمام؟ هاي الاثنين حاليا مع الضغط يطلع عندي من هذا الهوى العالي شو سوي احنا؟ انا نصي درجة واحدة يعني كان هو على ثلاثة ارعا خلية على اثنين تمام؟ ولا تخافوا من عنده نهائيا لينفجر عليكم لينبي امان كلش قوي تمام عيني؟ بعد ما خلاص عندنا تفتحوا من عنده تفتحوا ما تتنفيس هو يطلع البخار كله من عنده يالله ينفتح هاي الاثنين يطلع البخار كله من عنده طبعا شو بازدقانا؟ من العلامات انه هو خلاص اصلا هذا هنا كان مرفوع الاحمر طبعا ينزل وهسا هنا تفتحوا هاي الاثنين بعد شوفوا ما اكوا اي بخار نهائيا فش يساوا بدون ما تردد و تخافون بس نقول باسم الله النبات ثم نفتحها حتى اهرسها كلها وشوف شون رح تصير اصدقائي هذا البين صارفته تطول هيكي رجع اللحم اصدقائي رح اجيب البلندر واجرب بي اشوف شون هديك خطوة مالج حاط رح نشوف بهذا اصدقائي طريقة ناجحة ومن هسه علوتة صارف اصدقائي اصدقائي القيمة مالتنا نخليها على صفحة ونجيب هنا الطاول شوية زيت ونجيب هنا هاي خاشوقة واحدة شبيرة طبعا وهاي ثنين اصدقائنا صارف هذا الشكل تشوفوه مثل تفتت عد كوف من تفتت معناتها مضبوط لاني ماريدة حرق امي ادير فوقها اصدقائي هسه نجيب معجون نديرها لازم المعجون ما يصير هواي بالقيمة حتى لونها ما يصير على حمار كلش يصير لونها احمر فاتح و هسه نجي هنا على وقت البهارات نضيف ملح نحطنا ملح بالبداية وحطوا هنانا شوية ملح شوية هيل مطحون قرنفل مطحون جوست الطيب هنانا عندي دارسين اللي هو القرفة بالاضافة لابهار الكبابة طبعا اصدقائنا ضروري جدا ضروري ابهارات القيمة تمام؟ انتو تركبوها على ايديكم لان اذا جبتو ابهارات وحطيتوها جاهزة راه يطلع طعامها مو مثل ما انتو تريدوها اللعبة كلها بالبهارات ترى تمام عيني؟ اهم شي هنا بالبهارات ادنى نوم بصرة ومطحون افضل تطحنو على ايديكم نوم بصرة اذا حطيتوها راح تصير مرة ترى لازم تحطون كمية شوية 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 اكو اضافة راح اضيفة من عندي طبعا هاي القيمة راح تبطيها لمعة ونكهة كلش طيبة اللي هو هنانا اجيب ربع قالب زبدة وخليوا اياها وشوفوا راح يضطيها لمعة ورح يضطيها ملمس كلش طيب خلون زيت هم يضطي لمعة كيفكم انتو؟ اصدقان مني شوفون القيمة صارت بكل مكان وبالحاية اضطشرت معناتها المي مالتها خلاص وصارت القيمة مضبوطة فتعالوا هس انصبها ياابي وصدق اولي قبلها القيمة والادي اولي وشانو مياتها فتشين شوف 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 اولي مين شوفون هاي الشراشيب معناتها حلوظة القيمة مالتنا قبلها وشوفوها اولي فتعالوا غير تنزل بعض بعض اولي ياابي تعال خلو نصبها يلا واسا يابا نجيب المعومة تم المال اثنين ونجي نصبها القيمة شون تنزل قالب قالب يابا زبدة زبدة شوف 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 قوالي قوالي يابا شحتي الريحة قيمة عراقية أصلية اتجنن واسا تعال نقول بسم الله قوي ايه اولي يابا هاي القيمة جدا سهلة وسريعة بكرة تقرب كل بيل ساعتين اطول بس عظم الله اجرم الناس دقائي القيمة صارت موجودة بالمطعم اللي لاحق عليها عن قبس بس حاش الله ترات ساويت كل الهلة واللي ريدي تذكر طعم العراق يجي يضوغها بالمطعم ماتي بس كتبو مطعم الشيف سينام بيضوغ اللي عدتون جماعة المانية كل الهلة دي يقوم وطيب قيمة راح اضوغها نهاية باقزوليك كشانها نهاية الواقع طعم غرف رهيبة ماذا؟ القوم؟ صدق رهيزة هاكم خالحة بائم